اشتركوا في القناة من فيينا ضيف حلقتنا اليوم مخرج وكاتب سوري مبدع برز أسلوبه المميز في تقديم الدراما السورية واللبنانية بل والخليجية تقلقها ككاتب كما كمخرج من أعماله الهيبة بجزئها العودة والحصاد العميد تشلوا على قيد الحب الشبابيك والمزيد نضح ببريفنا المخرج الأستاذ باسم سلكة الوفي للفن أهلا وسهلا أستاذ باسم مشرفنا أهلا وسهلا فيك وبكل المشاهدين والمستمعين مساء الخير يسعد مساءك أول شي بدي بارك لك أستاذ باسم بعملك ترانزيت اللي عبين أرد على أمازون برايم فعلا عمل جميل أنا بشكل شخصي حضرت أول حلقة منه عمل جميل أستاذ باسم نقلا يعني خليني بلش أول شي بالترانزيت على اعتبار أنه أنا من معجبينك في شكل خاص أنا بحس بأسلوبك أنت عاشق لستيديكم صحيح هذا الشيء؟ لا والله الحقيقة يعني هو مو موضوع اهتمام معين بشكل ما بتقنية محددة بقدر ما هو محاولة للمواكبة البصرية للدارج الآن مثل ما نعرف نحنا دايما المادة التلفزيونية مطلوب كثير فيها الجذب البصري وأنه تكون هي يعني على اتفاق مع ما يقدم الآن ولكن أكيد دايما موضوع المسلسل هو اللي بيحدد هذا الشيء بدليل أنه مثلا بيتفاوت استخدامه بين عمل وآخر إذا حدا حضر مثلا ببورتري كان يكاد استعماله يعني شبه محدود حسب موضوع المسلسل بالضبط وممكن هو يعني حسب معرفتي كمان حسب متطلبات المشهد النفسية والدرامية نفسها مية بالمية بالضبط استاذ هلأ طبعا لك الفنان إلو قصته بشكل عام باختياره للفن بس أنا حابب اسمع قصة باسم السلكة ليش باسم السلكة بتزاة اختار طريق الفن وبالأخص طريق الدراما وصناعة الأفلام عن غير مجال تاني هلأ ما في حدا يعني خلينا نقول إذا عم تحكي بشكل الرسمي للموضوع ما في حدا بيختار موضوع الفن بعادة هو اللي بيختارنا يعني منذ الطفولة وفترة المراهقة بيحس الواحد الخيارات أمامه واسعة هو بيختار بيناتهم ولكن تحديدا موضوع الفن إذا ما كان حقيقة موجود بداخل الشخص بين الصعب اختياره لأنه هو طريق شاق وبالغ الصعوبة وما حدا بيقدر يتحمله ويختار هذا الطريق الطويل واللي بيطالك أمامك كثير من العقبات والصعوبات والتحديات والمنافسات إلا إذا كان فعلا هذا الشغف موجود بداخلا ولكن خلينا نخلي السؤال أنه ليش اخترنا هذا النوع من الفنون ضمن الفنون كلها حقيقة صار فيه لا شك بالبدايات محاولات بالكتابة بالرسم بالموسيقى يعني عالم الفنون كله هو عالم جزاب كان بالنسبة إلي ولكن تحول كل ما ذكرته لهوايات وتم امتهان القصة والإخراج بالنسبة إلي كان هذا الموضوع جدا جزاب جزاب بشكل أكبر لسبب أنه أنت بالحياة دائما في عندك تمنيات وعندك رؤية ما بيصير الأحداث اللي حولك ولكن لا تستطيع أن تغير شيء فيها إلا بالقدر القليل بتجي أنت بهذه الصناعة أنت عملين عم تختار شخصك عم تختار ظروفك عم تختار حكايتك عم تحرك شخصياتك عم تخليهم شي يقولوا بالنسبة إلي كانت هي شبه من تحقيق الأحلام اليقظة من خلال هذه الشاشة حلو حلو المصطلح تحقيق أحلام اليقظة عن طريق أي شاشة أستاذ باسم بداية كمخرج بدي خاطبك كمخرج أنت تعرف طبعا وكل العام تعرف وظيفة المخرج بشكل عام شاقة جدا ولازم يكون إليه تطلعات ولازم يكون عنده فكر يعني أكثر من الأشخاص الطبيعيين بالذات خاصة بموضوع هو عم بيحاول يقدم فكرة محددة بطريقة محددة بأسلوب محدد لجمهور محدد إلى حد ما إلى أي حد لازم يكون المخرج ملم بعلم النفس بشكل خاص يعني سواء بتعامله مع الفنانين أو مع الكادر الفني أو بمخاطبته للجمهور بشكل عام أول شي بس خليني بالشق الأول من السؤال خليني بس أحكي عن فكرة الوعي ما بالضرورة دائما أنه يكون الفنان عنده الوعي الأكبر من المتلقي لأنه نحن عم نقدم دائما مادة لعدة شرائح من الناس بثقافتها العلمية أو مستواها الاجتماعي وبالتالي يعني ممكن جدا يكون قسم كبير من الجمهور هو يكاد يكون نخبئ أكتر من صانع المادة نفسها فما فينا نتعالى على هذا الجمهور بدليل أنه في كتير من الأفلام العالمية وفي عدد معين من المسلسلات مثلا من شغلنا نحن مثلا بمشروع شربي كنا عم نترك النهايات مفتوحة للجمهور يعني نحن قررنا أنه لديه القرار والوعي الأكبر لاختياره النهاية ولكن يجب على صانع هذه المادة أن يكون لديه رؤية مختلفة يعني خلينا نقول ما بالضرورة تكون الأعلى أو الأصح ولكن أي فنان دائما عنده رؤية مختلفة ولو ما كان عنده رؤية مختلفة أساسا لا يصلح أنه نقول عنه مشروع فنان لأنه دائما وسائل التعبير عند الناس بشكل عام هي بتتفاوت حسب مهنتها فالفنان دائما عنده وسائل التعبير الخاصة فيه مثلا ممكن يعبر عنها بالشعر ممكن يعبر عنها بلوحة بيرسمها ممكن يعبر عنها بجملة موسيقية وبالتالي المخرج والكاتب يعبر عنها من خلال القصة وروي هذه الحكاية برؤية خاصة من وجهة نظره ممكن دائما نحن منحاول أنه نقدم حكايتنا بزاوية غير اللي يشوفوها الناس لنلفت الضوء على نقاط الضعف أو مواطن القوة في هذه الحكاية فهي رؤية مختلفة وليست خلينا نقول وعي أكتر بما يخص علم النفس هو شريطة أي كاتب أو مخرج أن يكون لديه الباع والإلمام الواسع في موضوع المنفس لأنه نحن دائما الحكاية لنأولى إلى أبطالها أبطال هذه الحكاية من الورق إلى الشاشة هناك تباين واسع بيناتهم في توظيف معين للقيام بهذه المهمة ابتداء من الورق أنا عم بحكي ولذلك دائما نكون بصدد كتابة أي مشروع نعمل مثل شجرة عائلة لهذه الحكاية ويتم اختيار الشخصيات بما يتناسب مع سير الأحداث فيما لو كانت الشخصيات مثل بعضها فيما لو كانت الشخصيات ورقية جدا بنقع بفخ أنه يكون صوت الكاتب أو المخرج أعلى من صوت شخصياته منصير كل الوقت عم نحكي من خلال زاوية التنظير وهذه الزاوية الأقل جاذبية ومصداقية لدى المتلقي أما فيما لو كانت الشخصيات حقيقية وقد تكون من وحي الواقع نفسه أو وحي خيال الكاتب استئناسا بالواقع وما حوله من شخصيات بتكون مادة حقيقية أكتر وبيصدق الجمهور أكتر وهذا استحالة نحصل عليه إلا لما يكون صانع هذا المحتوى على قدر من المعرفة بعوالم النفس البشرية صحيح وتأكيدا عن كلامك في مخرجين كتير بهالأيام استاذ باسم لما بيسلموا ما بحف صراحة أنا ما عندي كتير خبرة بالوسط العربي بس عم نحكي بالوسط الغربي حسب خبرتي في مخرجين كتير مطالبين بتسليم حياة شخصية للكاركتر أو للشخصية إلى الممثل ما قبل ظهورها على الشاشة كيف بدأ وإن لم يعني بتبين على الشاشة بالضبط تاريخ الشخصية ما بحف هو إلى حد ما إذا يعني عم نشتغل فيه على بالوسط العربي الفني العربي بس طبعا طبعا أنا الحقيقة يعني بحكي عن تجربتي أنا من لما يعني دخلت في هذا المجال عن نحكي تقريبا عن 16 سنة كان لي الحظ بالاشتراك بأعمال مهمة مع مخرجين كبار ومهمين وبالتالي أنا لما تلمزت أساسا تلمزت من هذه المدرسة اللي هي بناء نص نص قوي وشخصيات متمكنة من الحكاية والشراكة مع الكاست والممثلين من بروفات الطاولة بوضع خطوط بكواليس الحكاية ما قبل بدء العمل لنحصل على تاريخ لكل شخصية وبالتالي منحافظ على الخط المتصل للشخصية من خلال الحكاية حلو وصراحة أنه هذا العمل الصح لأنه برأي أو هو بشكل عام الممثل يعني مشان هو يفوت أكتر بالشخصية يفوت بكواليس مثل ما تفضلت الشخصية بتفاصيلها الصغيرة لكون هو مرتاح وعم بقدم صح والمخرج وفريق العمل مرتاح لا يوصل بشكل مناسب لقناعة المشاهد نحن بالأول والأخير هذا العمل يقدم للجمهور وبالتالي جمهور تتفاوت مستقيته بين العمل وآخر نتيجة أداء الممثلين نتيجة علاقتهم بالنص نتيجة قوة النص نتيجة قراءة المخرج الجيدة للحكاية نتيجة تنديم البصري الجيدة هي عوامل كتير كبيرة كل على بعضها لحنا نسميها فن جماعي هذا الفن الجماعي هو اللي كل ما تمكنت العناصر فيه من مهامه كل ما وصلنا على قناعة الجمهور أكتر صحيح أستاذ باسم أستاذ باسم بدي انتقل طبعا حضرتك مو بس مخرج حضرتك كاتب يعني مثل ما ذكرنا من أعمالك من كتابتك الهيبة بجزئيها الحصاد والعودة تشله العميد هلأ بنظرة نص يوم أو نص يوم آسف صح صحيح ونص يوم كباسم السلكة ككاتب سؤالي إلك ما هي صعوبة بيع الكاتب لنصه وقد لازم يكون هو مرن مطاطي بقبول التعديلات سواء من شركة الانتاج أو من المخرج تمام هلأ مصطلح بيع شوي عم ناخد الأمر للناحية التجارية خلينا نقول لحنا مشاركة هذا العمل أول شيء لجواب لهذا السؤال بدنا يعني نكون مرنين بفصل كاتب السيناريو يعني الكاتب الرواي أو كاتب النص السينمائي أو الكاتب والمخرج يعني موضوع الكتابة هو بياخد عدة أشكال إذا عم نحكي لحنا بالصناعة تلفزيونية فن الكتابة هو جزء رئيسي جزء رئيسي وكبير ولكن ضمن إطار مجموعة واسع من الفنيين والفنانين وتحديدا بالدائرة الضيقة شراكة بين المخرج وبين صاحب المشروع المنتج هذه الشراكة هي مطلوبة للحصول على النتيجة الأفضل ولذلك أي كاتب تلفزيوني لديه الخبرة ولديه الباع في هذا المجال منذ البداية إذا كان بالأمكان يختار شركائه بالشكل السليم أما إذا كان فيه ظرف قاهر بيمنعه عن اختيار معين لشراكة فبكل موضوع رهن قراره وبرسم اختياره لهذا المشروع إما بيوكله لمخرج أو منتج بفق فيه أو لا فيما لو كنا بالحالة الصحية من إنجاز العمل وتم الشراكة مع مخرج يفق فيه وشركة إنتاج على قدر من الوعي بقيمة هذا النص فبالنسبة للموضوع هو شراكة وليس بيع لأنه عندك أنت أصغر عنصر من المسلسل مهما مبلغ دوره من المحدودية في صناعة العمل يكون له الأثر الكبير على تقديم النصب الجودة الأعلى وبالتالي أنا بتجربتي كانت كل أعمالي إما من إخراجي أو من إخراج شريك وبالتالي ما عانيت كثير من فكرة أنه والله بيع هذا المنجز الأدبي المنجز الفني لناس ما قدروا يقدروا قيمتها أو صار فيه شطط ماء أثناء تنفيذها فكانت أنا بالنسبة إليد إلى الآن تجاربي في الكتابة تجارب يعني كللت بالنجاح فعلا فعلا أستاذ باسم والدليل نحن كلنا طبعا متابعينه وأنا على صعيد الشخصي تابعته بنرجع لأستاذ باسم كمخرج طبعا مثل ما تفضلت حضرتك هو العمل عبارة عن مسنانات صغيرة بمحرك كبير فهو يتألف من فريق كامل بشكل فهو يعني نتيجة مجهود جماعي بس إذا بدنا نرجع شوي بنظرة المخرج ومتل ما تفضلنا بأول سؤال حضرتك قلت أنه لازم يكون ملم تقريبا في أشياء كبيرة بالحياة المخرج لحتى يوصل لهذا القدر من الإبداع شو مكونات الخلطة الناجحة إذا بنحكي للجمهور بناتجه للجمهور برأي باسم السلكة كمخرج ما هي مكونات الخلطة الناجحة لإنتاج عمل في وقت درامي أو سينمائي أو مسرحي بس نحن بنحكي أكتر ممكن باختصاصك التلفزيوني أو الدرامي أو السينمائي يعني شوش هي اللي بيجذب بالضبط اللبنة الأولى دائما بأي مشروع ناجح هي شراكة جيدة بين المخرج والمنتج لأنها هي البزرة الأولى اللي بيولد منها أي عمل فيما لو كانت بالحالة الجيدة والصحية وتم وضع ثقة لدى هذا المخرج وتم بالنسبة للمخرج حمل مسؤولية ثقة هذا المنتج بنجي بقى على الخطوات التالية اللي نمرأ من خلالها اختيار النص اختيار الكاتب قد يكون المخرج هو الكاتب اختيار الممثلين المناسبين بهذه الحكاية اختيار الفنيين اختيار مواقع التصوير كل عناصر النجاح بأي مشروع تبدأ دائما من علاقة الفركة أو المنتج بالمخرج كل ما كانت هذه العلاقة وطيبة وكل ما كانت بنيه على مسؤولية وثقة من قبل الطرفين كل ما كان العمل ناجح ولحنا عبر التاريخ الدرامي شدنا كثير على شراكات من هذا النوع الجيدة مثلاً عم نحكي من شراكة إذا بنا ننجح من بداية التلفزيون شراكة الأستاذ دوريد ونيهاد مع التلفزيون السوري اللي ولدت أمهات الأعمال فيما بعد كان في شهر شراكة مثلاً بين الأستاذ أيمن زيدان بموقعه كمدير أهم الشركات مع أهم المخرجين أنا ذاك مثل الأستاذ نجدة أنزور أو الأستاذ الراحل إيشان شربجي كمان ولد فيها أعمال كبيرة مثل إخوة التراب مثل يوميات مدير عام عم نحكي لحنا عن أمهات الأعمال فيما بعد ببداية الألفينات كمان كان في شراكة بين شركة سوريا الدولية وبين المخرج الراحل حاتم علي تمان أنجزوا من خلالها مشاريع كبيرة مثلاسيات الأندلوس أو الأعمال الدرامية المغاصرة فيما بعد كان في شراكة بين المنتج الراحل الأديب خير والمخرج المتميز الأستاذ ليس حجه كمان عبروا عنها بمشاريع كبيرة مثل أهل الغرام مثل ضيعة ضاعة مثل لعبة الموت ومؤخراً تشهدنا كمان على شراكة جيدة ومثمرة بين شركة الصباح الأستاذ صدق الصباح وبين الأستاذ سامر برقاوي كمان اللي عبر عشر سنوات كنت أنا ببداية هذه الشراكة كنت جزء منها وكنت شاهد على فائدة هذه الثقة والمسؤولية بإمتاج أعمال كبيرة وحققت نجاح واسع وهل عم نشوف سامر بعد عشر سنوات بأعمال صارت شبه استثنائية وعلى مستوى عالمي من القصة والإخراج والتمثيل وكل العناصر فعلاً فعلاً وأستاذ باسم حضرتك تقريباً إلى خبرة ستاشر سنة مثل ما تفضلت بهذا المجال وحتى كمتابع ومشاهد ما قبل ذلك بكثير رأيك هل تغير الزوق العام العربي وبالأخص السوري إلى حد ما إلى الأسوأ برأيك من حيث تقبل ومن حيث تقبل الدراما بشكل عام أو الأعمال السينمائية واستخدامهم يعني ممكن فينا نقول لحرية التعبير لا شك تغير الزائقة العامة بشكل عام تغيرت لا شك تغيرت للأسوأ ولا للأفضل تقريباً للوسط عم يروح بالمجمل أنا بالنسبة للسواد الأعظم من المتلقي للأسف تشوشت زائقته البصرية والفنية بالمقابل النخبة قلت وعليت سئف توقعاتها أسباب ذلك هو موضوع الرئيسي خلينا نقول اللي يأثر على ذلك هو موضوع التواصل عبر الإنترنت من خلال إما مواقع التواصل الإفتراضية والاجتماعية وأما المنصات خلينا نصنفهم بصنفين النخبة بالسابق كان يقتصر اطلاعها على التجربة العالمية من خلال أفلام السينما اللي ممكن توصل لبلادنا من خلال الكتب أو المجلات اللي كانت تحكي وتشرح بشكل مفصل عن تجارب الجيدة العالمية بشكل قليل كمان ممكن حدا يكون له تواصل مع مهرجانات عالمية أو مراكز ثقافية يعني عم نحكي بالشكل المحدود للأمر بالمقابل باقي الناس كانت تحضر الأعمال من خلال التلفزيون وكان التلفزيون عبارة عن محطة أو محططين في وقت محدد بيطلع عليه العمل التلفزيوني بيتوجه للناس كلها هلأ حاليا يلي الزائق الفنية عنده عم تتطور وعم تصير أصعب صار على اتصال مباشر بأهم الأعمال بسهولة شديدة يعني نحن اليوم هلأ بكبسة زر ممكن نحصل على أحدث المسلسلات أو الأفلام العالمية وأجودة وبالتالي ارتفع سأف التوقعات لدى هذا المشاهد العرب أو السوري خاصة من خلال مشاهدته للأعمال المحلية أنا كثير بستضم أوقات بوجهات نظر قاسية بتجلدنا لحنا صنع العمل المحلي بمقارنتنا بأعمال كبيرة لديها ظروف مختلفة بشكل كامل لحنا عم نحكي عن ظرف راهن صعب على الجميع لما انت بتقول صحيح مجتمع معاني من صعوبات بالتعليم من صعوبات بالغذاء من صعوبات بالمتطلبات الحياة الأساسية صحيح متطلبات الحياة الأساسية كلها يتمالها بخير صحيح وطلعنا بشكل أنفس يعني بما لدينا من شغف وما تبقى لدينا من أحلام وما نستطيع من إمكانيات لنقدم هذا العمل الفني فأنت بواقع لا التعليم بخير لا الرزاء بخير لا الاقتصاد بخير ليش لحتى تكون الدراما بخير كلها تبتلحق بعضها تسهيم العمل الدرامي هو بحاجة للعناصر كلها ياتب لحنا لوجستيا لما نقدم أي عمل فني لحنا بحاجة لخبراء تقنيين لحنا بحاجة لفنانين لحنا بحاجة لأدباء لحنا بحاجة لمحروقات لحنا بحاجة لطنزية كهربائية لحنا بحاجة للعملة الصعبة يلي هي بالكاد عم تتوفر في هذا المكان في هذه الظروف فأنا تمام فما عم برر طبعا على أي خطأ ممكن أو تقصير من عنا لا مو موضوع تبذير ولكن أنا بالنسبة إلي لازم أخذ كمشاهد خليني أقول قبل ما أكون مخرج لما بشوف الأعمال بالسلة الرمضانية الآن أنا برفع القطبعة لكل هذه الجهود بتفاوت القيمة الفنية لأي عمل ولكن ما فيني إلا أني أقف احتراما أمام هذه الجهود لأنني أنا عايش بهذا الواقع كإنسان قبل ما أكون فنان في هذا المجتمع وبعرف تحقيق أي هدف وأي خطوة إلى الأمان بيكون في غاية الصعوبة لذلك نحن ننجلد شوي عم بحكي أنا على صعيد النخمة أما بالنسبة بقى هلا الشقة الثاني من الناس بقى اللي بيعتمدوا على نحن هلأ للأسف من تقريبا أربع أو خمس سنوات صار جمهور المتلقي لأعمالنا موريده بين الألفين لألفين وخمسة هذا الجيل عمليا ما عاش الفترة الدهبية للحياة مو بس للدراما وبالتالي أنا بسميه بجيل الخلاصة هذا الجيل عمليا أول ما فاق على الدنيا فاق بيده التليفون والإنترنيت والسهولة بالحصول على المعلومة أو الحصول على المادة أيا كانت فنية أو غير فنية وبالتالي أنا بتفاجأ كتير لما بقابل فئة من فريحة هذا الجيل ليش أنا ساميته جيل الخلاصة بتجي بتسأله حضرت المباراة مبارح بيليك إيه حضرت ملخص الأهداف طب حضرت المسلسل الفلاني بيليك حضرت ملخص الحلقات وبالتالي هو عم يعتمد دائما على ما يظهر أمامه من خلال السوشيال ميديا من ملخصات وبدون أي وعي من مصدر هذه المعلومة طب أنا شو بيعرفني اللي عمل ملخص هذا العمل ما أختار هو مواطن الضعف فيه أو العكس وبالتالي بيتم تقييم العمل من خلال برومو إنو هلا أنا بحضر برومو فهذا العمل جيد أو سيء نفس الشي بالحصول على أي معلومة ما بكبسة الزر هلا صارنا عم نحصل على معلومة وبالتالي التغل البحث وطالما التغل البحث في عنا بروسس كامل إحنا خسرناه من قبل المتلقي فما بيكون كمان من الرأي ناتج عن موضوعية حقيقية تجاه أي عمل فني بالمقابل كمان في مصادر مجهولة أوقات بتكون بتقدم محتوى للأمانة أنا فيني وصفه بالغريب ما رح عقود هلا صنع في الموضوع إنو هو أخلاقيا خطأ أو فنيا متدني لا في شي غريب هلا عم يتقدم وبشكل مستمر مثل شو أستاذب باسك؟ بنية حقيقية يعني مثلا في توجه هلا خلال العشر سنوات اللي مضوا لهدم الرموز صارنا هلا عم نشوف دائما إما عمل بإنتاج معروف على فكرة ما شرط يكون إنتاجات فردية أو محاولات فردية لا أو أشخاص بيورجيك مثلا معاناة الولد بالبيت أحد أفراد الأسرة من تسلط الأب ورحلة صعود هذا الفرد بمحاولة الانتقام من الأسرة طب فيما لو كانت هذه الحالات موجودة وحالات خلينا نقول نادرة نحن شو الفائد إنو عم نسلط الضوء هلا على شخص عم يسعى لتدمير رمز الأم أو رمز الأب أو رمز المعلم عم يتم هذا الشيء يعني بشكل غريب بالمقابل أي محاولة لتقديم محتوى جيد وانتبه يعني أنا آخر حدا ممكن اتهامي بتقديم مادة نخبوية خالصة بالعكس أنا اتهمت لفترة كبيرة بتقديم أشياء كانوا يتهمونا بأنه فنيا هي ليست على المستوى الكبير أو الموضوع الكبير والتهمنا أنه قدمنا لحنا كليبات والتهمنا بالمقابل إلا يعني ما معنى الوقت الكافي ولكن أنا قدران دافع من كل مشروع قدمناه في هذه الرحلة على الأقل من خلال عشر سنوات إلى هلأ ولكن كنا نحنا عم نحاول نوصل للعدد الأكبر من الجمهور من خلال رفع السوية البصرية والسمعية لحتى نقدم بعدها من بعدها أي رسالة ممكن نحنا حابين نقدمها وهذا الشيء شفناه بكل الأعمال اللي انت سبق وذكرت عن كان نص يوم ولا تشيلا ولا لو ولا الهيبة حتى للوهلة الأولى أنت تصدم أمام مشروع يبدو المشروع رايح للمستوى البصري أكتر ولكن خلال المتابعة دائما بكل مشروع كان في رسالة كبيرة عم يتم دائما هذه المحاولات واللي أنا استضمت فيها لما شقيت طريقي كمخرج لوحدي وحاولت إنعش المسلسل السوري حاولت إنعش طاقات فنانين إما كانوا مغيبين أو إما ما كانوا عم ياخدوا الأدوار الكبيرة حاولت مقدم فرص كمان لممثلين شباب ولكتاب شباب دائما في شيء غريب عم يكون بمحاولة هدم وتدمير وتسخيف أي محاولة جادة في هذا الصياح طبعا استاذ باسم متل ما تفضلت على موضوع جيل الخلاصة وإذا بنرجع شوي لموضوع جيل السوشال ميديا طيب برأيك استاذ باسم طبعا هنا أنا برأيي الشخصي وممكن سبق تحدثنا فيه أنا وياك قبل ما نسجل على موضوع إنه هنا جيل غير صبور لا يمتلك حس الشغف أو التركيز بشيء ما فممكن هنن مثلا باعتبار عم يفتحوا تيك توك أو أي وسيلة تانية من ريل ورا ريل فاوت كتير بيفوتهم بمود وممكن يكون للأسف إذا عم نحكي نحن على جمهورنا أو على جيل اللي عنا من بلدنا يبدو كمان تأثير الحرب أكيد أثرت على الشكل النفسي بس كوظيفة للدراما بالنسبة يعني هنن تقريبا رح يصيروا هنن الجيل المقيم وهنن الجيل اللي يعني الداعم أو المحارب بس بشكل عام أين وظيفة للدراما بإثبات وجودة أمام هذا الجيل ويعني كسب ثقتهم باعتبار هن الجيل مثل ما تفضلت غير صبور غير صبور إنه يحضر 30 حلقة من مسلسل أو يحط له قدام فيلم ساعة ونص أو ساعتين أو ثلاثة أو 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 كيف ممكن نحن نحاول نكسب ثقتهم أو ممكن نحاول نوجههم إلى حد ما لصفنا هلا ما نخلي الدور المطلب هذا الوعي من خلال الفني فقط نظرية نسبية للجمال وضع نصطر متخيل بإيلك إنه الجمال اللي نقول عنه الجمال بده يكون في حدا معجب فيه صحيح أما تقدم مادة فنية لوحدة بدون معجب فما فينا نقول عن هذه المادة جميلة أو سيئة دائما المتلقي هو شريك في هذا المنتج أنا برأيي الشريك الأساسي المسؤول اللي ممكن يحمي ما تبقى من زائقة فنية أو اجتماعية أو أخلاقية لأن الموضوع مو بس عمل فني نحن نحن نحكي عن جيل كامل هو ليس مقيم مثل ما قلت فقط بالصح أو لا هو بعد شوي حيكون هو فعال هو حيستهدف بعد شوي إن كان كمعلم أو كممثل أو ككاتب أو بأي دور بالمجتمع هن بعد شوي حيستنبوا هذا المكان وبالتالي أنا برأيي الشريك الأساسي بهذه المسألة هو الأسرة بضرب مثال عندي بالبيت أنا مثلا بناتي من هذا الجيب منذ الولادة دائما هن بالبيت عم يسمعوا نوع معين من الموسيقى وعم يشاهدوا نوع معين من الأفلام أو المسلسلات وبالتالي بعد سنوات أنا لاحظت عليهم إنه صار لديهم سائقة معينة من اختيار ما يشاهدوه أو يسمعوه أو يتلطوه أنا بحضر بشكل غير مباشر شو بيحضروا على آيباد على تليفزيون فبلاقي إنه بفعلا يكاد يكون أي شيء ملفت لنظري هو عم يلفت نظرهم والعكس صحيح حلو أنا بنتي صار تطلع بالسيارة تختار الأغاني اللي أنا بسمعها وبالتالي أثرنا بشكل غير مباشر على هذه الزائقة الفنية والعكس العكس طبعا بتلاقي كمان في بعض البيوت من خلال عدم وعي بشو عم يطلع على التليفزيون شو عم نحضر على الآيباد شو عم نحضر بنتيل هذا بشكل مباشر أو غير مباشر لدى الطفل يعني بعد شوي حيصير هو مثل ما تفضلت أنت المقيم وبعد شوي هو حيستلم فلحنا الشركاء دائما هو المنزر والأسرة طبعا فهو جواب جواب حضرتك بالنهاية دور الأهل والأسرة والرقابة على هذا الجيل إلى إصلاح إلى يعني حاولت إصلاح إلى حد كبير طبعا ما حاول يعني هو يعني بدي يكون لأنه إحنا عم نحاول يعني ننقذ خلينا نقول المجتمع برجع أقول أخلاقيا قبل ما يكون فنيا لأنه لنتي لما عم تفتح اليوم السوشال ميديا مو بس عم نشوف أنت أعمال فنية رضية أنت عم نشوف أوقات مقاطع محتوى لايفات اللي بيسمون لايفات أو اليوتيوبرية أو ما بعرف المصطلحات يعني الدارجة الآن مثل ما عم يكون فيها أوقات رواة حقيقيين أنا أوقات بتابعهم بضبط لك مثال برنامج الدحيح مثلا يعتبر يوتيوبر هو أنا بنتر الحلقة لأنه بفعلا في جهة جفار بالتقديم بتقديم المادة العلمية بشكل ميسر وبسيط وأوقات بشكل كوميدي فعم يكون جدا جزاب وما تفوت حلقة وبنفس الوقت كمان بنشوف في ناس عم تقدم محتوى غير لائق غير فنيا أنا عم بحكي حتى أخلاقيا واجتماعيا هذا الوعي ما فينا إحنا فقط نحمله لمسؤولية المتلقي لوحدهم لأنه وقت المتلقي عم يكون بعمر غير مسؤول وما عنده خيارات جيدة ممكن تكون بالضبط وما عنده خيارات جيدة وما عنده التجوبة أو الوعي أو خلينا نقول الرقيب الذاتي ما بيكون لسا تطور عنده لحتى إذا هو يختار المادة فهون دور بقى المحيط إن كان أصدقاء وإن كان أهل صحيح أستاذ باسم ووافقك الرأي 100% بنرجع شوي يعني لسؤال نحنا بتعرف مثل من ضمن ثقافتنا أستاذ الثقافة العربية بشكل عام موضوع عنا ارتبط رمضان بشكل عام بإنتاجاتنا نحنا المحلية أو العربية بشكل عام فنحنا أضطرنا يعني أضطرنا موضوع العمل التلفزيوني إلى 30 حلقة فهل هذا الشيء برأيك يعني مؤطر وبيزنو من الحبكة فصارت صعبة على الكاتب بشكل عام إنه تحديد فكرته ب30 حلقة مثلا ممكن هو يكون 60 أو ممكن تكون فرضاً اللي بباله 27 فهل هذا الشيء شوي أضطر وظلم مثلاً الإبداع بشكل عام؟ لا جز صادم شوي رأيي لأنه لما بيكون صناع العمل على دراية بالهدف الأساسي اللي هنين عم يحاولوا يحققوا من خلال العمل لما بيكونوا على مستوين الدراية والخبرة ثنياً وتقنياً ما بيكون هذا الشيء عائق لأنه إحنا ما له المخرج أو الكاتب هو مجرد حكواتي قاعد بقهوة وعم يحكي حكاية لوقت ما تنعس الناس وتروح لا إحنا لا تقدمنا في هذه الصناعة وصار لنا التجربة الواسعة والكبيرة بدليل أنه في الكثير من الأعمال السورية أو العربية المؤلفة من 30 حلقات كانت على مستوى عالي من الجودة نحكي لحنا عن أكتر من 50 عمل ممتاز مؤلف من 30 حلقات بالمقابل كمان إحنا شاهدنا تجارب عبر المنصات اللي ما بتحدد لك عدد معين من الحلقات كانت في تجارب كمان جيدة وكانت في تجارب سيئة جداً وكان في تجارب سيئة جداً وبالتالي لما بيكون الكاتب والمنتج والمخرج على دراية بما يفعلوه بتم هل أنا عم حاكيك من خلال تجربتي ككاتب أو كمخرج كنت أنا ضمن مشروع فني لاقى النجاح أمام الجمهور بين أول حلقة لآخر حلقة على مستوى الإيقاع وعلى مستوى المحتوى كنا من منذ بداية التفكير بالمشروع بتم في وضع مخطط عام المسلسل بالدرجة الأولى للحكاية بعدين من اسمه لأول عشر حلقات وتاني عشر حلقات وتارت عشر حلقات بعدين أول خمسات وتاني خمسات بعدين على مستوى الحلقة لوحدة شو بنا نقدم أحداث وشو المفاصل الدرامية وبيتم رسم هذا المخطوط بعناية وكأنه مسألة رياضية فيما بعد بعد ما نكون أمن على هذه الحبكة هون بقى من نكسي هذا الخطط الرياضي بالأمور الجمالية والفنية والأدبية فبنحصل على 30 حلقة من العيار الثقيل أما فيما لو عم نقدم نحن المادة الفنية على السبحانين كما نقول نحن لهجة الدارجة وبالتالي بمنضوع الحلقات ما بيكون هو السبب فشل أو نجاح العمل وبرجع بقلك بعد كورونا 2020 رحنا دائما هذا التاريخ كسوريين شوي ما ما عم نقدر نقدر فداحة ما فعلته كورونا في المجتمع لأنه نحن دائما نقول كسوريين عنا 2011 هي المفصل قبله ممتل بعده ولكن إذا نشوف المستوى العالمي صار في تاريخ ثاني اللي هو 2020 العالميا 2020 كمان قبله ممتل بعده كعلى مستوى الصناعة الدرامية كمان سنة 2020 اضطرت العديد من الجهات الانتاجية إلى تقليص عدد الحلقات أو تأجيلها لبعد الموسم الرمضاني فهذا الوهم اللي كان عنا كل الوقت أنه المسلسل اللي ينجح لازم يكون برمضان ولازم يكون 30 حلقة نكسر هذا الوهم سنة 2020 حضرنا بعد رمضان 2020 أعمال 30 حلقة قدمت خارج الموسم الرمضاني مثل مسلسل شارع شيكاغو مثل مسلسل بورتري مثل مسلسل الهيبة بجزء الرابع كان 30 حلقة وكان المفرض أن يتقدم برمضان قدم خارج الموسم الرمضاني وحصل على جماهيرية واسعة بالمقابل في أعمال تقلصت حلقاتها للعشر أو للخمستاش وكانت جيدة وكان في منها أعمال رديئة وبالتالي لا موسم رمضان ولا عدد حلقاته هو اللي بيحدد زودة العمل هو المعيار وليس هو المعيار وإما المخرج والكاتب والمنتج وفريق العمل كاملا هو اللي بيحدد زودة هذا العمل صحيح أستاذ باسم أسألك هو الوقت عم بفوتنا بس أنا كتير مستمتع فأسألك بس سؤالين بتعقيبا بس على آخر شيء مثل ما تفضلت أنه مثل مثلا في أعمال كالهيبة مثلا أنتجت مثلا بعد رمضان أو عريضت بعد رمضان فهل هذا الشيء أنا بشوفه بشكل خاص إيجابي ممكن لأنه أخدت تفردت وأخدت حقها في التسويق وأخدت يعني ما كان في منافسة قوية فبنا نروح للسؤال على النقيد هل يوجد مثلا أعمال ظلمات بسبب موسم رمضان وكثرة مثلا الإنتاج الدرامي هل في أعمال ظلمات بسبب التسويق على حساب أعمال أخرى؟ أنا بلاقي العمل الجيد هو بيسوق لنفسه بدليل أنه من لما دخلت أنا على هذا المجال كنا دائما بالنسبة لأنه موسم رمضان لحنا صناع المادة نفسه الجاذب بالنسبة لأنه بالموسم الرمضاني هي حالة التنافس بين الأعمال هذا بيولد عندك شغف أكبر واستمتاع أكتر بانتظار هذا الموسم اللي هو سباق خلينا نقول دائما كانت في السنوات الماضية أول خمس أيام من شهر رمضان بيصير فيه شوية خلينا نقول فوضى جماهيرية بانتقاء الأعمال ودائما بعد اليوم السابع من رمضان بيصير نخب هذه الأعمال متصنيفة وتشريحة فبتلاقي الناس بتصير بتخبر بعضاً وهذا العمل بيحكي عن هيك حبينا فيه الأداء المعين حبينا الحكاية حبينا الإخراج فبتلاقي من بعد سبع رمضان بيصير فيه استحقاق للأعمال الجيدة وبصير فيه نخب للأعمال الأقل جودة وما في عمل على فكرة ما فيه له جمهوره مهما بلغ من جودة أو مهما بلغ من رداءة دائما كل عمل فيه له جمهوره وهذا دائما كنا نتفاجأ فيه وبالتالي موسم رمضان بالعكس أنا بشوفه حالة تنافسية كبيرة هلأ السؤال إذا بنا نشوفه بالعكس إنه عرض العمل خارج رمضان بيظلمه كمان الجواب لا لأنه صار هلأ من خلال أعمال المنصات ومن خلال الأعمال التركية الطويلة ومن خلال أعمال السوب أوبرا صار الموسم هو عبر العام بالكامل بالصيف عم نلاقي فيه أعمال جديدة عم تطلع برمضان خارج رمضان كل الوقت العجلة الدرامية بدوران مستمر فأيما كما نعرض العمل هو عم يكون ضمن منافسة ما ودائما الجمهور هو اللي يبينخوا هذه العمل فعلا أستاذ يعني أقنعتني بشكل فخصي كثير بالجواب الحلو طبعا هروح لآخر سؤال للأسف أنا بشوف يعني أو كلنا بنشوف مثلا باسم السلكة ككاتب وكمخرج وهذا ما سعى إليه والحمد لله تم تحقيقه يعني خلال فترة 16 سنة طيب ممكن نبعد شوي نحنا ونروح نحنا لتوقعاتنا بس من طريقة مثلا باسم السلكة ماذا يسعى إلى إلى أي مدى أنت عم تسعى شو الحلم الأكبر منه أستاذ باسم ما شاء الله عليك يعني تميزته ككاتب وكمخرج وحطيت اسمك بالطريق يعني بتميز وتفرد شو الحلم الأكبر؟ هلأ تميزت لسه ما تميزت بدليل أنه أنا هلأ بنسبة ترتيب الهرمي يلي 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 بسعى له منذ الطفولة ومنذ البداية بهذا المجال أنا حاليا على عتبة خلينا نقول التعبير عن نفسي يعني أنا لسه لحد هلأ ما تميزت بدليل أنه أنت اللي بتسأل أي حدا عن أهم خمس مخرجين أنا بشوك أنه يكون اسمي مطروح بين هالخمس مخرجين بجوز أنا قدمت بعض الأعمال بمواسع معينة كانت ضمن أهم أول ثلاثة أو أربع أعمال بس هذا ما بيعطيني صدق البراءة خلينا نقول بإني أدران عبر عن نفسي كمخرج هذا الموضوع بحاجة لسه لمشوار طويل وبحاجة لمخزوني كبير لسه أنا ما قدمت كمخرج إلا خمس أعمال ما فينا من خلال خمس أعمال نحدد هذا المخرج جيد أو غير جيد بتخيل أنا المرحلة القادمة أبحث عن التقدير يعني اللي أنا عم حاول عبر عن نفسي بتخيل الحلم القادم هو التقدير التقدير بمعنى أنه بمجرد ما ينقال في هذا العمل بتوقيع المخرج باسم سلكة يحصل خلينا نقول على نسبة مقبولة من سقة الجمهور اليوم لسه أنا عم قدم العمل وكل الوقت عم حاول إثبت للناس أنه في جدية بتناول هذا المشروع والحمد لله يعني الحمد لله يلي عم يشوفوا الأعمال يعني فيه إنصاف عم يكون ولكن لسه ما وصلت لنقطة أنه بمجرد ما كان فيه توقيع لراسم سلكة على هذا العمل ففيه ثقة بنسبة مقبولة عند الجمهور فالخطوة أو الحلم القادم هو التقدير الحلم الأبعض بقى يلي بده مخزون أكبر وسلسلة من النجاحات هو تحقيق الذات تحقيق الذات هذا بيجي بقى عن طريق مشوار أطول ونجاحات يعني عم نحاول نحققها مع فريق معي بتقديم الأعمال لنوصل لهذا المطرح البعيد إن شاء الله وهذا كله ياته رهن ظروف ورهن مستوهي الأعمال ورهن قرار الجمهور نتمنى لك كل التوفيق وأنا على الصعيد الشخصي أستاذ باسم وإن شاء الله هيك خلال السنوات القادمة بنشوفك متفرد مو بس أثبت ذاتك وحصلت على التقدير بل متفرد شكرا كثير على وجودك الحلو معنا أستاذ باسم كان وجود فعلا غني ومثمر وعلى أمل إن شاء الله بلقاءات أخرى شكرا لألك ولكل المشاهدين والمستمعين وإن شاء الله نضل عن حسن الظلم شكرا شكرا إلك ولهون أعزائنا ومشاهدين إنفوغرات من برنامجنا ليالي فينا بودكاست لكم وصلنا إلى نهاية حلقتنا مع الضيف الجميل باسم السالكة ومن الآن كون بحلقة جديدة شكرا للمشاهدين 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 اشتركوا في القناة